أما الآن فينضم إلينا من غزة الكاتب الصحافي شريف نيرب عبر الهاتف أهلا بك أستاذ شريف عبر سكانيوز عربية أنقل لنا صورة الوضع الميداني والإنساني بعد كل هذا التصعيد وبعد مرور أسابيع على هذه الحرب بين حركة حماس وإسرائيل يعني عمليا ما تزال طواقم الدفاع المدني تقوم بانتشال الضحايا والمصابين إثر الغارات الإسرائيلية التي تواصلت مساء الليلة على مناطق متعددة في قطاع غزة بالتحديد في شمال القطاع في منطقة جداليا وكذلك في المصيرات في المنطقة الوسطى وخان يونس وكذلك في رفح بالأدوات البدائية في ظل من أدام القدرة على استعاد هذا الحجم المهول من الاستهداف لمناطق متعددة متواصلة في قطاع غزة وكذلك أيضا سيارات الإسعاف تحاول قدر الإمكان الوصول رغم كل التواجد العسكري الإسرائيلي ومنع الوصول في الوصول إلى الضحايا وكذلك أيضا إلى المصابين في المناطق المستهدفة عمليا قطاع غزة يعيش هذه الأيام في أسوأ الظروف والحالات الإنسانية على مستوى عدم القدرة في التعامل مع مثل هذه الاستهدافات المتواصلة وهذا الحجم المهول من الإصابات وكذلك الضحايا وعمليا أيضا هناك صعوبة في بثن الضحايا الذين قضوا إطراء هذه الاستهدافات في خلال الأيام الماضية بسبب تمركز الآليات الإسرائيلية في محاور متعددة في قطاع غزة وبالتحديد في مدينة غزة منطقة العمليات وكذلك شمال القطاع هذا بالإضافة إلى تردي الحالة الإنسانية على مستويات مختلفة وفي قطاعات أيضا مختلفة لأن التحكي في اليوم السادس أو السادس والأربعين لهذه العملية نفذت كميات كبيرة من الاحتياجات الإنسانية خاصة على مستوى المونة بمعنى أن كل المولات الآن والسوبر ماركهات والمحلات الصغيرة لم يعد فيها القبر الكافي لسد هذا العجز الكبير في الاحتياجات الإنسانية في المأكل على وجه القصوص تحكي أن الملح أصبح في قطاع غزة غير متوفر خميرة الخبز لم تعد متوفرة كذلك البقليات والمعلبات كل ما يمكن الآن تقديمه أو الاستعانة فيه تقدم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين خاصة لمراكز الإيواء التابعة للأنروا في المدارس المنتشرة في القطاع بمعنى أنه شيئا فشيئا ربما تكون هناك مجاعة حقيقية في قطاع غزة على مستوى المأكل والمشرب لأن حتى المياه الصالحة للشرب لم تعد موجودة والمياه الغير صالحة أصلا لم تعد موجودة هناك تنقل عبر الكرات التي تجرها الدواب أو الحمير على وجه الخصوص عفوا على هذا التجرها الدواب يعني يتم فيها عملية نقل المياه من المحطات القادرة بالحد الأدنى على التشغيل وتوصيلها إلى البيوت وإلى المنازل بالشكل الفدائي الغير معهود في قطاع غزة على مستوى حركة النزوح إلى جنوب القطاع يحكى أنه هناك أكثر من ثلثي سكان شمال القطاع نزحوا إلى جنوبه هل هناك أي حصيلة محدثة هل هناك أي أرقام دقيقة لهؤلاء يعني كيف تراقب وضع حركة النزوح عمليا أنا خليني أكون واقعي ودقيق لا يمكن لأي مؤسسة في قطاع غزة أن تعطينا الرقم المحدد حول المهجرين أو النازحين من مناطق غزة وشمال القطاع لأنه لا يوجد مؤسسات قائمة تقوم بهذا الدور لكن عمليا كل ما نشاهده على أرض الواقع أن المؤسسات التابعة للأنورة لم يعد فيها متسع بمعنى أنه مدرسة تستوعب 600 طالب أصبح يعيش فيها 400 فرد لأسر من قطاع غزة وبالتحديد من شمال القطاع ومن مدينة غزة عملية النزوح كمان سببت عجز كبير على مستوى الاحتياجات أنه هذا التدفق الآتي من شمال القطاع ومن مدينة غزة هو بحاجة إلى مأكل وإلى ملبس تعرف الناس طالع من شمال القطاع ومن مدينة غزة دون ملبس وبالتالي الآن دخلنا في فصل الشتاء هناك عجز كبير على سد احتياجات الملبس اللازم لقطاع غزة ونحن نعرف أن بيئة قطاع غزة في أصل الشتاء تكون باردة جدا أو قارصة بالحد الأعلى وبالتالي هناك عجز حتى في الأسواق التي تبيع مثل هذه الملابس أو المحلات الصغيرة أو الأسواق الشعبية وبالأمس كان هناك مناشدات من المدارس للناس السكان رفح وخنيونس والمنطقة الوسطى وهي جنوب الوادي التي سميت وفق التصريحات الإسرائيلية بالمناطق الآمنة لا يوجد في هذه الأسواق ما يسد احتياجات ملابس الناس ولا يوجد فيها ما يسد أيضا احتياجات المأكل والمشرب وأوان الطهي وحتى الخشب الحقب الذي الآن أصبح يستخدم على مستوى الخبز والطبيخ وكل هاي الأشياء التي أصبحت بالشكل البدائي لم تعد متوفرة يعني لك أن تتخيلي أن هناك ناس الآن أصبح ضمن برنامجهم اليومي ليس فقط تعبئة المياه والحصول عليه هو البحث في الطرقات وفي الشوارع وفي المزارع القريبة وأينما كانوا على الأعشاب وعلى الحطب وعلى الخشب وعلى كل الأشياء التي بسطاعي قاد النار فيها من أجل تأمين المأكل للأطفال والصغار وكذلك التدفع وكل هاي الشغلات تفاصيل صغيرة لكنها في حقيقة الأمر مؤلمة وقاسية لك أن تتخيلي برنامج المواطن في قطاع غزة صباحا يستفيق المواطن للبحث عن الماء أو احتياجات الماء تعبئة قالون أستاذ شريف واضح كل هذه المستلزمات الضرورية لسكان القطاع هم محرومون منها لكن أقله يتم الحديث عن مساعدات ربما عن وكالات تابعة للأمم المتحدة قد تكون تساعد هل هذه المساعدات يصل أي نسبة منها إلى أي مجموعة أو إلى أي فئة من المدنيين؟ عمليا كل المساعدات المتضفقة عبر وكالة الغوت أنا أتحدث عن وكالة الغوت لأن هناك مؤسسات أخرى يتم تقديمها عبر وكالة الغوت يتم توزيحها فقط للنازحين المقيمين في المدارس التابعة وفي المراكز التابعة لوكالة الغوت وتشغيل اللاجئين لكن عمليا وفق ما نرى أنا ليس لدي تقديرات رسمية لأني قلت ليس هناك بيانات رسمية وفق هذه الاحتياجات لكن ما نرى أن هذه الاحتياجات المقدمة لا تكسب المطلق لا للنازحين ولا لغير النازحين بالمناسبة الأزمة الإنسانية ليس فقط في النازحين حتى الناس العاديين العايشين في بيوتهم في المناطق الجنوبية وهم كمان للشهر الثالث لن يطلقوا الرواتب على سبيل المثال وبالتالي ليس لديهم المقدرة لا على الشراء لا الأكل ولا الشرب ولا المياه ولا كل هذه الشغلات وبالتالي الأزمة الإنسانية أكبر من القدرات التي الآن تتم الحديث عنها هذا بالحد الأدنى من نرى لأن كل الاحتياجات الإنسانية التي تتضفق لمؤسسات الأنروا الموزع على مستوى قطاع غزة لا تكفي بالحد الأدنى للحياء البسيطة وليس الحياء الكريمة كما يأمل المواطن لكن عمليا أنا بالقدر وبالحد الأدنى الذي نتحدث فيه لو لا هذه المساعدات كان ربما قطاع غزة كان في مجاعة قبل أسابيع من هذه الأيام لأنه عمليا قطاع غزة استضاح في السابع من أكتوبر استضح على حرب لم يكن أصلا الناس مجهزين لمثل هذه المعارك أو لمثل هذه الأحداث أو لمثل هذه المجريات كان الناس تتعامل بالوضع الطبيعي أنه الأمر كان فيه دورك لم يكن هناك أي من المؤشرات فلم يكن بيت في قطاع غزة مجهز بالحد الأدنى لأسبوع ما يكفيه من الموت شكرا جزيلا لك من غزة الكاتب الصحفي شريف النيرب شكرا جزيلا لك